أوضاع النازحين تزداد سوءا يوما بعد يوم وهذا واضح في رصدنا لبعض الصور النازحين خلال الأيام الماضية وحتى اليوم هذه الصورة تختصر أوضاع النازحين بلا مأوى والغداء بأبسط مقوماته وحتى هذه الحقيبة المدرسية أصبحت مصيرها هنا طبعا بعد انقطاع الطلاب في العام الدراسي الذي أجل في نوفمبر المقبل أيضا الأطفال هم الأكثر ضررا فلم يعودوا قادرين على تحمل تبعيات النزوح طبعا اليونسف قالت أن هناك 300 ألف طفل نازح وحذرت من تدهور الوضع أوضاع الأطفال تحديدا طبعا القصف الإسرائيلي المتواصل في القرى الجنوبية وأيضا ضحية بيروت الجنوبية أتى إلى حركة نزوح كبيرة طبعا كانوا ينزحون إلى شواط بيروت تحديدا هناك المئات ممن نزحوا إلى شواط بيروت إذن ليس فقط الساحل هو ملاذ ممن كانوا تحت القصف في ضحية بيروت الجنوبية هناك من اختار جبل لبنان لأذهب إليها وكمنطقة آمنة إذن من الضحية الجنوبية إلى علي تحديدا وأيضا إلى الشوف من الضحية بيروت الجنوبية إلى علي نتحدث عن 15 كيلومتر ومن ضحية بيروت الجنوبية إلى شوف نتحدث عن 40 كيلومتر علي تحديدا هناك 40 ألف نازح حتى الآن حتى رئيس بلدية علي قال إن المدينة لم تعد قادرة على استقبال النازحين حتى أكثر من ذلك شوف تحديدا مشاهدينا كان عدد من النازحين اختاروا مدينة بيسور وأيضا بعقلين كمنطقة آمنة لكن جبل لبنان لم يكن منطقة آمنة فعليا للنازحين بسبب أن هناك قصف على السعديات وأيضا جي أيضا هناك في ضحية بيروت الجنوبية قصف إسرائيلي متواصل حتى هذه اللحظة وموجات نزوح كبيرة في بيروت تحديدا أو في لبنان هناك 20% من سكان لبنان أصبحوا نازحين ومراكز الإيواء عددها 900 مركز إيواء جميعها مكتظة بالنازحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر